الحمد لله الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلاه ولا يدعى لدفع المكائد إلاه وما مراد المحبين في الدارين إلاه وما طلب الواصلين في الكونين إلاه المخلوق كلهم ضعفاء ولا قوي إلاه والناس كلهم فقراء ولا غني إلاه لا واحد ولا ماجد إلاه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلاه هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلاه وما يملك السمع والأبصار إلاه وما يعلم الجخر والأصرار إلاه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله يقول الحق تبارك وتعالى بعد عوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَادِهِ تَقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَادِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وقال تعالى في آية أخرى يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيما وقال تعالى في آية أخرى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلَحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفُرِ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائه ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام فيا إخواني وخواتي في الله هذه الكلمات وهذا الموضوع ليس لكم فقط في هذا المجمع الله يبلغ هذه الكلمات وهذا الموضوع لي جميع الأمم في العالم الأمم اليوم تعاني معانات معانات الأمم اليوم بعدنا عن الدين بعدنا عن شريعة رب العالمين بعدنا عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام mes frères et mes sœurs les problèmes dans ce monde dans ce siècle qui a touché les musulmans et les musulmans et le monde entier à cause que les gens ils sont éloignés que le chemin Dieu l'a tracé pour l'humanité entière le chemin de suivre le prophète محمد صلى الله عليه وسلم هذا سبب اللي أصاب الأمم في البيوت ما شاكل مع الأولاد مع الوالدين ما شاكل الجار مع جارو ما شاكل problème par problème dans tous les domaines dans les maisons les enfants avec les parents la femme avec le mari le mari avec la femme combien de fois il arrive dans la mosquée en Saint-Denis il dit ma femme ma femme il m'a fait sortir avec mon valise 30 ans il y a 3 filles 4 garçons il y a un expulsé de la maison il y a un expulsé de la maison il y a un expulsé de la maison non le mariage ce n'est pas le mariage le mariage tout le mariage ce sont les femmes ce sont les médecins qui ont eu l'amme pour ce qu'au moment aujourd'hui tu ne lui a dit ce c'est un défi une femme ce que vous avez et comment vous avez ce que vous avez l'amme كمو لوم الرتور دو صنو ترابعي بيار بالازون ابي كلمت مطود الافام كمو رسوان صنو مريدو فونا بور سي البروفات صلى الله عليه وسلم بيان يميد اللح انو فار تتاييصة لما ياتي الرجل امام الباب يعمل الناس القدوم يعملوا هذا اليوم الشباب ما يعمل أحلوه ولا باح ما معنى أحلوه ترجمة نانسي قنقر 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 في المساء نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر حوار بنا نانسي قنقر 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 تحمي تنكير وانهي بي وانهي Jones وحيان يا جنفت لدي فيما المسلمين هذه الشيطان الذي تقول لديه يقول حاجدين لنقبعهم على الانسان حاجدين شهواء والغضب عند الشهواء يزال ينسى الله عند الغضب ينسى الله وإبليس اللعين يقول الله نحفظنا من نقل وامين يقول إذا أحد يغضب ننعب بي كما لو لدي عبكور عند الغضب عند الغضب الساتن يقول je joue avec lui et je le fais tordu comme je veux lorsqu'il est en colère comme l'enfant il joue avec le ballon mes frères mes sœurs attention contrôlez votre colère contrôlez parce qu'avec le patient Dieu il dit الله يقول récompense l'équipation subhanallah récompense sans compter الله يقول بي غير حساب يا أحباب الله يقول بي غير حساب الله يعرف حساب كل شيء اللي خلاقهم يعرف حسابهم جميع الأسجار يعلم وما ثاقيل الجبال وما كايل البحار وعدد قطر وعدد ورق الأسجار وعدد ما أظلم عليه الليل واشرق عليه النهار ولا تواري منه سماع ولا أرض ولا بحر ما في قاريه ولا جبل ما في واريه هذا الله يعرف حسابهم يعتنى ورق الأسجار لا يوجد المساعدة لا يوجد المساعدة تقرأ لا يوجد المساعدة لذلك يا أخوة هذا الموضوع اليوم يا رجل يا رجل يا رجل اتق الله في أزواجكم سبحان الله سبحان الله قولوا سبحان الله المرأة جنتها عند زوجها كانت جنتها عند والديها خرجت عند والديها حق الزوجة هو الأول حتى نقول لكم هذه القصة يختم بها الخطبة أن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم زمان النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا هذه القصة زمان النبي صلى الله عليه وسلم رجل خرج في سبيل الله صحابي ما أعطاش الإذن لزوجته تبشي الوالديها قصة واقعية حديث فجاء وخبروها باباك مريض مرض شديد قالت زوجي ما أعطاش الإذن ما نخرج جاء وقال باباك في سكرات الموت قالت ما نخرج زوجي ما أعطانيش الإذن ما نخرج قال باباك مات تعالي شوف وجهه قالت ما نخرج حتى يجي زوجي ما أعطانيش الإذن نسيا لما جاء زوجها جبري رئيس الملائك ينزل على النبي محمد صلى الله ويقول له يا رسول الله يقول لك كل هذه المرأة بتاعة زوجها هي في الجنة زوجها في الجنة وابوها في الجنة écoutez bien l'histoire le temps du prophète محمد صلى الله le valeur de l'homme je parlais beaucoup de femmes aujourd'hui mais une seule histoire ça nous suffit toute notre vie un compagnon le prophète il a envoyé les sahabes les compagnons pour propager l'islam un sahab un compagnon il a sorti sans donner l'autorisation à sa femme pour aller voir ses parents il l'a oublié et lorsqu'il a informé que votre papa dans le lit de la mort il a dit je ne sors pas mon mari n'a pas donné l'autorisation je ne sors pas il a dit votre papa il demande derrière vous je ne sors pas mon mari il ne m'a pas donné l'autorisation alors votre père il est décidé venez voir je ne sors pas regardez lorsque il est venu son mari de voyage l'ange le président des anges descendu c'est le prophète il a dit le prophète d'Allah Dieu nous informe que cette femme dans le paradis son père dans le paradis son mari dans le paradis à cause qu'il a obéi son mari regardez l'histoire ça nous fait chacun de nous hommes et femmes il faut vous avez un droit il y a une limite il faut respecter si on veut suivre le chemin d'Allah les ordres d'Allah et le chemin de professeur sallam insha'Allah insha'Allah l'amour ونعلم فلا بدا له من يوم رسول فيه الهدى يدخل نفسنا والذي لا يجب الان لذي كلم سنقر الله تعالى وأن يجب كلم سنحفي أن تجب لخبه أفهم الإسلام نسأل من نتركنا ونحن الله ومن الله تجيب لن يجب لك المنزل يجب أن نخلقه كم المنزل كما قلت اتتتتتتتتignment من هذه الشعارة من العفل الشعر بالعجيب لما تشوف المرأة تعمل غاتو 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 باللوس والكاوكاو تشوف الشعر تشبينها سهلة أو ليس سهلة قال هذا كروح المومن تخرج سهلة لا يحس بحرارة الموت لا فهم لسكل فيه غاتو إن بوال لفوا إن تير فاسي الموت لبروفاتي كريان كريان كيسو أبليكي لرجون دالله سو سويني شمان للمومون دومورير لرامي سور كالبون بوال تيري دو بادفاري الله وفقنا وهدينا سواء السبيل اللهم رد الأمة بجموعها برجالها ونسائها وشبابها ومناتها فقرائها واغنيائها عربها وعجمها يا رب العالمين إن أنا سألك من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن الرحمة شمونها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغده ومن العمر يسعده ومن الإحسان يتمه ومن الإنعام عمه ومن الفضل يعذبه ومن النطف أقربه اللهم كلنا ولا تكن علينا اللهم كلنا ولا تكن علينا اللهم كلنا ولا تكن علينا اللهم اختم بالسعادة يا جالنا وحقق بالزيادة أهمالنا اقرم بالعافية غدونا وأصالنا واجعل رحمتك مصيرنا ومآلنا واصبب زجال عفوك على ذنوبنا وعيذنا في الدنيا بالموجبات الندامة يوم القيامة خفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيشة الأبرار واكفينا واصرف عنا شر الأشرار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا أماتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا وجميع المسلمين والمسلمات من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحومة واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصومة ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محرومة ولا معذب بالنار برحمتك يا عزيز يا غفار يا واحد يا قهار يا رب العالمين يا رب العالمين الله مش في مرضانا مرضى المسلمين يا ربي شفي مرضانا ومرض المسلمين طلبوا من الدعاء لشفاء المرضى الله مش فيهم يا رب العالمين الله مش في مرضانا ومرض المسلمين ارحم موتانا ومرض المسلمين يا كريم الكرماء توجهنا إليك في هذا الشهر الحرام في هذا اليوم العظيم لا تردنا خائبين ألف بين قلوب المسلمين وحد صفوفنا وحد كلمتنا انصرنا يا خير الناصرين يا رب العالمين الله انضرج عن الهمة وارفع عنها الغمة يا رب يمة حبيبك صلى الله عليه وسلم ما جاء زمان على الأمة الإسلامية مثل هذا الزمان يا ربي أصابتنا ذلة ما جاءت على الأمة الإسلامية مثل هذا الزمان يا ربي اللهم اغفر لأمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي فرج وتجاوز عن أمة حبيبك صلى الله عليه وسلم آمين ربنا آتنا في الدنيا ربنا أهدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزو قلوبنا بعد ذهدنا وهبلنا من لذلك رحمة نكترها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين قوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله